بعد طول انتظار تعطش له السياسيون والحراك الشعبي في البلاد تقترب الساعات من اعلان المحكمة الاتحادية قرارها النهائي لنتائج الانتخابات البرلمانية والمصادقة عليها الانتظار الذي طال بفعل دعوة طوان المقدمة من الرافضين للنتائج وعلى رأسها دعوة رئيس تحالف الفتح هادي العامري ومع الساعات الحاسمة ينظر الى موقف الاطار التنسقي الذي بدأ في الفترة الاخيرة مطالبا بضمانات المرحلة المقبلة فيما تجددت مخاوف الرفض الذي يؤدي الى تصعيد يعرقل سير العملية السياسية من جديد لكن صورة القبول وانجاز خطوة حسم مصير نتائج الانتخابات تقترب من النهاية بعد ان رشحت مؤشراتها من اوساط سياسية اكدت التهدئة التي تحدثت بها ايران لفصائلها وهي ما تمنح مؤشرا اخضر ايضا يؤكد دور الدولة العراقية في بناء عهدها الجديد دون تدخلات خارجية في نتائج الانتخابات الصورة الاكثر وضوحا ما افرزته نتائج المفوضية والتي وثقت عملية الاقتراع والعد والفرز اليدوي بعد التدقيق والرد على طعون رافض النتائج صورة تؤكد نزاهة العملية الانتخابية لاول مرة في البلاد وهي ما تفتح ابواب الديمقراطية سيمة لبدء الكتل الاكبر للعمل على برامجها وانتاج حكومة جديدة تلبي ما يحتاجه العراق في مرحلة سياسية حاسمة